ان انفرادة محمد شريف دي لو جات له عشر مرات في الاعلي مش هيضيعها ليه؟ لانه عارف ان المسلمان يواصق فيه مصطفى فتحي الكرة اللي ضيعها دي لو جات له مش هيضيعها وما بيضيعهاش في الزمالك عشر مرات وتاني انا بحترم كل وجهات النظر وكل واحد من حقه ان هو يقول رأيه دايما انا في رأيي ان مصطفى فتحي هو اول بديل لمحمد صلاح ومصطفى في مطشط كتيرة جدا في المتخب كان كويس جدا وكان بيصنع الفارق صحيح ايه انا كلنا بنتمنى منه احسن لان اعنا عارفين ان امكانياته كبيرة جدا لكن انا في رأيي ناحية الوينج رايد دي محمد صلاح وتحتيه على طول مصطفى فتحي ده رأيي وفي نصف الملعب لازم زيزو يخش لو راجب يلعب اربعة تلات تلاتة لازم زيزو يخش على الدايرة واحد من التلاتة اللي على الدايرة وخلاص الهاتي دي تبقى بمحمد صلاح وتحتيه احتياطي ليه مصطفى فتحي الغاز كتيرة ولكن يعني احنا في الاخر برضو هنشوف الكان دي او بطول الكاس الأمم الأفريقية دي هتقام في موعدها ولا هتتأجل ولا هتروح فين اشتركوا في القناة